هذه العبارة المنقوشة على جدار جمعية شكيرة للتنمية الاجتماعية حيث تعقد دورات تدريبية في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال والهندسة الكهربائية لليافعين واليافعات قد تشكل حافزاً للشباب على تغيير واقعهم وإلغاء العقبات التي تقف أمامهم فعلياً عم نستهدف الفئة العمري من 14 إلى 24 سنة عم ندربهم على أدة مجالات منركز بالذات على الجانب التقني التكنولوجيا البرمجي زي مثلاً دورات خاصة في تصميم مواقع الالكترونية برمجية العدوينو وتركيب القطع الالكترونية وبرمجتها باستخدام الحاسوب بالإضافة إلى مهارات أساسية أخرى زي مهارات حل المشكلات مهارات التفكير الإبداعي وتفكير الناقد بصراحة النشاط اللي أخذيناه كثير كان مفيد إنا وبصراحة استفدنا من وقتنا لأنه قبل كان وقتنا يعني معظموا نقضي على الجوالات وهيك هس صار في عنا يعني وقتنا يضيناه بأشياء مفيدة تعلمنا أشياء جديدة تعرفنا عناس كمان جديدة وتعاملنا إحلى معاملة وكان في معامل يعني كان في معدات كثير حلوة وساعدتنا وقدرنا نبتكير ونعطي أفكارنا ونطلع مهاراتنا طورت علاقاتي الاجتماعي وأفكاري وزادت ثقتي بنفسي كان عندي مهارات وطورتها استفدت كثير وزادت معلوماتي وتعلمت عن الروبوت الأردوينو وتعلمت كيف أبتكير حلول للمشكلات وأطور أفكاري وكيف أتخذ قراراتي بنفسي دون ما ألجأ للآخرين بشجع الكل يسجل في مختبر الابتكار الاجتماعي عشان يطوروا مهاراتهم إضافة إلى التدريب على الابتكار وتطوير البرمجيات يهدف مختبر الابتكار الاجتماعي لتمكين الأفراد من فهم المتغيرات الاجتماعية المتسارعة وتصميم الحلول المرتكزة على الإنسان وتفعيل منظومة القيمة الاجتماعية في القرارات ذات الأثر المجتمعي